عنترا بن شدد شاعر وفارس عربي اشتهر بسبب قصة حبه لابنة عمه عبله قصة عنترا ستحول إلى فيلم من إنتاج عالمي يجسد شخصيته من خلال مسيرة حياته ونضاله وحبه الحقيقي أليكساندر أمارتي منتج وكاتب الفيلم يكشف للأم تيفي تفاصيل أكثر عن عنترا away I studied him in the Middle East and most people learn in university and in school and things like that but as an international hero he is one of the most real and intense characters I think Covid squeezed a new trajectory out of everybody I sat down I got more into the story there's very little English translation of his life so I had to look really deeply you read his poetry and you put the book down and look into the sky and you think my goodness what a character there's no one that I've come across who is deserving of that much of my time and effort الفيلم ربح جوائز عالمية مع أنه لم يصور بعد الممثلون الذين سيلعبون أدوار البطولة الأساسية سيحسم اختيارهم خلال الأسبوعين المقبلين والتصوير سيكون في السعودية وتحديدا في نيوم من جميع المعنى من أنه من مجلسة المعنى من جميع المشاكل أحضر أن أفعل ذلك ولم يسعى مجلسة، فكذلك في حلقت مجلسة المعنى من قبل أفضل الفيديو سيكون قبل ويأتمنى أن أجلسة مجلسة أن تكون رائعة ومجلسة هذه الفيديوة لجمع فلتطيع أفضل وستحقنا هذا، وقدمت مجلسة مواجهة السيطرة هو من 12 سنة، 25 سنة المقبل أليكزاندر ألف الموسيقى وهو عمره 16 عاماً اختارها لفيلم عن ترى وطلب تحويلها إلى موسيقى أوركسترا مع إضافة آلات شرقية كالعود والطبلة مزيج من الحب والحرب والتمرد والفن في فيلم عربي عالمي عن ترى